أيها السلام عليكم وعليك السلام يا حسنة من السعودية كيف حالك يا شيخ واسين بخير يا حسنة ما شاء الله عليك على البال والطويل والصبر الله يزيدك يا رب آمين أنا بدي أخذ نصيحتك بشغلك من فترة تقدمني شابنا الزواج واتفقنا وكل شيء يعني استخرنا والحمد لله كله تمام وكان بعد عشر أيام قطبتي ففي فضيئة لألي قالتلي أنه تعرف هي شيخ وأنه سألي عن أمورك فأنا يعني أنا ما رأس من هذه الشغلات بس يعني سألت حكيت مع الشيخ فقال لي أنه زواجك ماشي وكله تمام بس حيأخذ وقت بعده سألني عن اسم الشاب فقالت له عن اسم الشاب فقال أنه اختيار الزير موثق نعم اسمه اسمه ما اسم الشاب هو هو ما بقدر هلا عنه هوا آآ أوك نسيت آآ كاملي قالك اسم الشاب اختيار موثق مثلا حسن قولي يلا قولي مثلا كاملي إيه مثلا إيه قالك مموسط اختيار غير موثق وما في تواصل بينكم لا نفسي ولا عاطفي لا حوله وقال أنه ما حيكون في حياة وأنه حيأدي زواجك للطلاق حتى إذا كان فيه ولد فح تربي لحالك وأنه حتعزبك كثير وتعملك مشاكل وأنه هو عصبي وبخي كل هذا من أعرفه من الاسم من الاسم أيوة موتي أختاه آآ كاملي كامل شو يعرف بعد من الاسم وكمان هيا قال أنه أمه ستعملني مشاكل كثير وتعزبني أمه عايشة أول شيء عشان نتفك أمه عايشة لا خطيبك إيو إيو موجودة الحمد لله الحمد لله ما موتها كم لي فقال أنه التوافق النفسي والعاطفي صفر بالمية طب قولي لعطينا أسماء قولي لعطينا أسماء نشوف هي التوافق استقمر الله طيب قال أنه التقبل اللي صار بينكم إنه هذا بس توافق جسدي يعني إعجاب أول بس مع الأيام ما حتتقبلوا بعضكم أبدا إيه إن شاء الله علي فأنا سؤالي إنه التوافق النفسي والعاطفي المضبوط إلو يعني إلو أساس هذا الشيء ولا لا وكمان أنا لحد الآن بميري عم بيأنبني يعني على الشيء اللي عملته أنا فركشنا أنت الآن تركت كل المصايب اللي قلتيها وتسألي والله فيه توفق يعني أنت من اسمه عرف أنه بخيل وعصبي وأمه بالطب أوكي اسمه وش دخل أمه ما بعلي قال أنا اللي عرف دخل أمه وش دخلها وكيف عرف أنت والله بتربي الولد لوحدك هو غير مسؤول كيف عرف ما بعرف والله قال من اسمي واسمه يعني أنا ما بردت من أسماءكم زين أنت الآن خطبة ماشية ولا لغتيها لغيتها وحطيت السبب على أنه المشكلة اللي عملت إياها أمه قبل الخطبة وانت ذكرت كلام المطوع أنا ذكرت أنا ما بنشد لهالكلام ولا بقتنع فيه ولا بأأمن فيه والدليل أنك فرق سخط الخطبة بس هذا قرار مصيري يعني وانطار عندي خوك والله اسمعي طالما أنت به العقلية هذه لن تتزوجي طالما أنت بهذه العقلية اسمعي أنا خوكي تتحملي كلامي طيب إذا أنت بقيت به العقلية هذه ما بتتزوجي أبدا أنا أقولك لي لحين اسمعي أنا الآن كم واحد عندنا في الستوديو واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة شباب مين في فترة الخطوبة ما اختصم مع خطيبتها أو مع أمها ارفع صوتك شو رجع علاء خالد حسين كنت بطلق كتبي عن أنت تشذب تقولي لا 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 المهم فيه خلاف ولا لا هذا موجود اختي زين فمسألة أن يأتي كلنا كرجال أجمعنا فيه خلاف فلما أنت تتصل بمطوع تقولي والله بقولك لا حيحدث خلاف طبعا رح حيحدث خلاف رح يحدث خلاف إما في الصالة إما في الذهب إما بالطباع أنت تدخلين حياة شاب ما تعرفين سلوكه وهو ما يعرف سلوكك ولا طبيعتي على الأكل سنختلف أنا أحب أكل على الأرض هي ممكن تحب تأكل على الطاولة بختلف معها أنا ما أحب أشرب شاي قبل النوم هي تحب تشرب شاي وتسوي الشاي هي تحب قبل ما تنام تفتح وتشوف موفي أنا ما أحب الغرفة كلها مظلمة خلاف لابد يصير فأنت إذا أنت تريدين واحد ما تختلفين معاه ولا مع عيلته ولا مع أمه تزوجي نفسك لأنك ستجي دي خلنا يكمل أنا خلنا يكمل ثاني حاجة لما أنت تكون عندك عقلية أنت تتصل بشيخ دين يستشرف لك المستقبل العلا مو بالرجال ولا في أم الرجال العلا فيكي لما تكون عندك عقلية تتصل بكاهن ليس برجل دين ولا بشيخ تتصل فيه ليستشرف لك المستقبل العلا بعقليتك لا بعقلية الشاب ولا في أمه ثم لما أنا يعطيني مقدمات من اسمه أعرف والله كذا وكذا وكذا وإنت تسمعين هذه أيضا علة عقلية بكي العوق والخطأ له بخطيبك ولفؤ بخطيبك أنت السبب والعوق منك وربما نعمة من الله أن خطيبك فسخ الخطوبة مهو أنت بهذه العقلية هو سيتعب علمتي؟ زين شكرا لكي شكرا لكي في مرة ركبة طائرة أنا لماذا أغضب هذه الأمور لأن يعني يعني كل العلا الأفكار تأتي بها ونربطها في الرجال أنه فسخ الخطوبة لا العلا فيكي ونعمة من الله أن الرجال فسخ الخطوبة ما هو أنت أكون معكم صادق قبل أن تقول وسيم كان قاسيا أو غير قاسي قيس هذه الفتوى عليك أنا أتيت خطبت خطبت كتبي خطبت مثلا واحدة مريم قامت تصلت ونطوع والله شو اسمه وسيم 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 الله يديكي هذا خلاف كذا 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 وهذا بيسو مشاكل وما فيه توافق وكذا وكذا زين أنا داخل عليكي ستر وغطى وزوجتي وقرة عيني تتصلين بواحد تاخذين أنباء الغيب الكاذبة دجال كاهن عشان تاخذي حياتي بالله عليكم من في نعمة إذا فسخت الخطوبة هي أم أنا أنا في نعمة فلهذا لا تظهري بصورة المظلومة هو في نعمة وهو الله يحبه مرة أركبت طائرة فجلس في الطائرة جلس أما عندي رجل يقول لي أنا خبير خطوط تضحكون ما دخلنا في السهل فترة في خبير خطوط في المحاكم هذا لا خبير خطوط تقول له كيف قال أنا أحلل شخصيتك من توقيعك أحلل شخصيتك من توقيعك فقلت له قال لي وقع أنا أنا ميزتي لاحكتها قلت له ها وقعت وسيم يوسف وأنا اليوم أوقع وسيم يوسف أوقع بهذه الصورة وسيم يوسف هذه الصورة بتظهر عندك هذه زوم 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 وقال لا خلاص نسح حشان ما يتزور لا مهت توقيع بنك المهم أوقع هذه دائرة دائرتين يعني وسيم يوسف فمسك لهذا قال لا حوله لا أقوة الله قال أنا شوفيه قال أنت حياتك معقدة لفه دوران والله قلت له ليه قال أنت حياتك لفه دوران قلت له أوكي قال وانت وضعك المادي التعبان قلت له أكيد سافر إيكونومي معك لازم تعبان سافر فيرس قال عندك مشاكل كثيرة شوف يعني يختار أمور زي أنا بإيكونومي أكيد وضعي الاقتصادي كذا وفي مشاكل في حد عنده ما عنده مشاكل الميت بس أنا مرة وقعت في مشكلة قال لي أحدهم قال والله كلمة جميلة بأنصحكم فيها قال هذه ليست مشكلة أكبر مشاكلك يوم تدخل عليك أنت ما تكون موجود في ذاك اليوم شو يعني بكون ميت أكبر مشكلة تواجه الحي هي إيه الموت يوم يدخل عليك الموت أنت مو موجود في الحياة قال بعدك ما دخلت في أكبر مشكلة فالحياة كلها مشاكل وقل لأخت المتصلة الله يرزقك العقل والسكينة والطمأنينة ورحة البال نعم ترجمة نانسي قنقر